السلام عليكم طلاب جديد سري ان شاء الله هناخد مع بعض درسنا بيتكلم عن الساينس وبالتحديد عن الفريكشن عن الاحتكاك كنا اخدنا قبل كده الفريكشن والنهاردة هنتكلم عنه تاني في الاول هناخد اهم الكلمات اللي عندنا في الدرس سطح سيرفيس 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 فوضى ميس 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 تجربة اكسبرامنت 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 تجربة علمية يعني اكسبرامنت 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 منحدر رامب 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 وضع او مكانه الاس بننطقها زد ناعم او ثالث سموذ التي اتش بننطقهم ذا بلطف عندنا بعد كده هنبدأ الاول بالregular عندنا فعل واحد بس regular في الدرس يستخدم use عندنا بعد كده irregular يضع put في بعض الافعال irregular بتفضل زي ما هي مش بتتغير عندنا بعد كده تعبير واحد بس يزيل او يمحي rub out rub out نص الدرس بتاعنا بعنوان friction experiment تجربة احتكاك هنعمل النهاردة في الدرس تجربة احتكاك friction is a contact force between two surfaces احتكاك هو قوة تلامس بين سطحين احتكاك يعني في شيئين بيلمسوا بعض في حاجتين بيتلامسوا we use it everyday احنا بنستخدم الاحتكاك كل يوم هناخد امثلة عشان نفهم from when we put our foot on the ground to run لما احنا بنحط رجلين على الارض عشان نجري احنا كده بنعمل احتكاك رجلين بتحتك بالارض to when we use an eraser to rub out pencil marks وكمان بنستخدم الاحتكاك لما بنستخدم الجومة عشان نمسح علامات القلم الرصاص الجومة بتحتك بالورقة فطالما في شيئين احتكوا ببعض يبقى هنا في ايه؟ في friction فيه احتكاك حابة بس اقول حاجة كلمة جومة ينفع ننطقها eraser او eraser الاتنين صح طيب نبدأ بقى التجربة بتاعتنا عندنا motions حركات وعندنا observations ملاحظات وعندنا conclusions نتائج اول حاجة ياولاد عاوزين نعرف هنستخدم ايه في التجربة بتاعتنا دي؟ ادوات التجربة هنستخدم كتب هنستخدم لوح خشب وهنستخدم سيارة لعبة عربية لعبة هنعمل من لوح الخشب منحدر زي جسر كده مايل وهندحرج عليه العربية اللعبة زي ما انتو شايفين كده في الشكل بالظبط roll a toy car down a smooth ramp هندحرج العربية لأسفل على المنحدر الناعي هنلاحظ ايه؟ the car travels ان العربية بتنتقل ان العربية بتتحرك بتنزل من على المنحدر هنستنتج ايه من الكلام ده؟ the car goes gently from the top of the ramp السيارة بتتحرك بلطف من على المنحدر نفيش اي مشاكل بتواجهها is the farthest distance طيب هل دي هي ابعد مسافة ممكن العربية ان هي توصلها لما احنا نضحركها من على المنحدر هنعرف في نهاية التجربة roll a toy car down a ramp with glue and sand وبعد كده هندحرج العربية تاني من على المنحدر بس هنعمل حاجة صغيرة قوي هنحط على المنحدر صمغوا رملة the car travels العربية برضو بتتحرك we put missy paint on our ramp لما احنا وضعنا رسومات بطريقة عشوائية على المنحدر الرسومات دي عملناها بالجلوب بالرملة ايه اللي حصل the car traveled slowly العربية كانت بتتحرك بس ببط is the shortest distance هل دي اقصر مسافة ممكن العربية توصلها طيب نفهم ايه من التجربة دي العربية في الاول لما احنا ضحركناها على لوح الخشب ولوح الخشب كان ناعم العربية كانت بتتحرك بسرعة وكانت ماشية مية مية وما فيش اي مشكلة طيب لما جينا بقى حطينا صمغ ورملة وعملنا اشكال على المنحدر بقلل من سرعة العربية الاحتكاك هنا كان جامد جدا العربية كانت بتحتك بسطح لوح الخشب وكمان كانت بتحتك بالاشياء اللي احنا رسمناها لها دي بالجلوب الرملة فهنا طبعا الاحتكاك كانت شديد جدا فده بطء من سرعة العربية عندنا بعد كده read and identify اقرأ وتعرف friction works in the opposite direction to the way the object is moving بيقول لنا ان الاحتكاك بيعمل في الاتجاه المعاكس للطريقة التي يتحرك بها الجسم يعني ايه الكلام ده يعني لو الاحتكاك ماشي كده الجسم بيكون ماشي الناحية التانية خلاص ففي هنا حركة معاكسة الجسمين او الشيئين بيكونوا عكس بعض الاحتكاك بيكون ماشي في اتجاه والجسم بيكون ماشي في اتجاه تاني خالص so عشان كده it makes things move more slowly عشان كده يا ولاد الاشياء بتتحرك بشكل ابطأ لما بتحتك بشيء تاني read, learn and identify عندنا هنا examples of friction امثلة على الاحتكاك واحنا اخدناهم putting a foot on the ground to run وضع قدم على الارض للجاري ده مثال للفريكشن كمان عندنا rubbing out pencil marks with an eraser فارك علامات الالم الرصاص بالممحاء برضو example على الفريكشن وكمان عندنا اخر example bicycle wheels moving on the road عجلات الدراجة لما بتتحرك على الطريق برضو ده مثال على الفريكشن عشان العجل بتاع الدراجة بيحتك بايه؟ بالطريق خلاص يا ولاد احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا مفيش اسئلة على الدرس هنبدأ ان شاء الله في شرح lesson 9 ده اخر درس عندنا في unit 10 في البلاص لو الفيديو عجبكم ما تنسوش like وشير اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة